اشتركوا في القناة من أربعين خمسين سنة مش هاكر كنت كتبت قصيدة عتاب إلا ربنا لما أظن في أولها عند أقدامك أجسو كلما لا فيف بغنى بين أحضانك أجسو اشتياق سيقنى ليه هتاب فاستمعني وأمل يا رب أذنى أرضك الفضلة التي ازدادت على الأفلاك حسنى استزلت واستبيحت لم تعود أهلا لسكنة حسن يا رب أنك قل هلما نتحاجدك في أشيء الصحوات حسن يا رب أنك قل هلما نتحاجدك لأني أريد أن أدخل في حوار معك وقد دخل في حوار معك كثيرون من قبل نلهم أرغي النبي الذي قال في الصحة 12 من آية واحد قال أبر أنت يا رب من أن أقاسمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك لماذا ينجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا ومنهم داود النبي أيضا الذي قال في المزمور الثالث يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإخلاقه وقال أيضا في المزمور العاشر لماذا يا رب تقف بعيدا لماذا تخسفي في وقت ضيق بيحاول ربنا بيعتبه بيكلمه ومنهم أيضا إبراهيم أبو الآباء الذي قال الله وهو يتشفع من أجل السادوم قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا أسفلك البار مع الأسين فيصير البار كالأسين بيتعطبه ما دام كلها أولئي قد دخلوا في حوار مع الله فاسمح لي يا رب أن أدخل أنا أيضا في حوار معك أنت يا رب لم تخلص الإنسان لكي يهلك أنت لم تخلص الإنسان لكي يهلك ولذلك قال الفديس السناطس الرسولي كان خيرا للإنسان لو لم يخلص من أن يخلص لكي يهلك وقال الفديس بولس الرسول في رسالته إلى في مساوس المساوس الأولى في أثنين أربعة إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يا ربنا عايز الخض يخلص وفي حسقيال إطفال 18 آية 23 ليقول ربنا هل ما صرقا يصر بموت الشغير يقول السيد الرب إلا برجوعه عن طريقه فيحيح يعني ربنا عايز الجميع يخلصون ولا يصر أبدا بموت الخاطئ إنما يصر برجوعه ودوود النبي بيقول لربنا أيّة من سعى في بني إذا هبطوا إلى الجحيم هل يعترف لك السراب يا رب أو يخبر السراب بحقه مدام أنت يا رب تريد إن الجميع يخلصون فلماذا لم تعمل من أجل خلاص الجميع أنا أعرف أنا أعرف تماما أنك صلبت من أجل خلاص الله وأن تقول أن أبن الإنسان قد جاء ليخلص ما قتلك ولكن مع ذلك هناك كثيرون لم يخلصوا وكثيرون يضيعون كل يوم وكثيرون يهلكون وإنت نفسك تقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وكثير ما بيتبوش وبيهلكوا تماما وخصة من كل هؤلاء لماذا لماذا تطرق الشيطان يرتفع وتستسع مملكته لماذا قلت في سكر الرؤية إنه يصنع حربا مع الخديثين ويغلبهم لماذا قلت إنه في أواخر الأيام لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسر ولماذا قيل في سفر الرؤية الصحر الشرين إن الشيطان عندما يحل من سجنه يخرج لكي يضل الأمم لماذا لماذا يا رب أولادك في كل يوم يتصاقطون ولماذا قيل عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أخياء لماذا يا رب كثر الذين يحزنون ني لماذا كثيرون قاموا علي لماذا يقولون ليس له خلاص بإله لماذا لماذا يصرخ المصلي في كل يوم ويقول اللهم التفت إلى معونتي يا رب إسرع وأعلم لماذا يقول في الطريق التي أسلخ أخفوا لي فخن تأملت عن يمين وأصرف ولم يكن من يعرف لماذا أنا يا رب أتلم إرادتك ولكن الأعرف الطريق جملة وتصيلا ولذلك في كل يوم أقول مع المرتل في النظامير عرفني يا رب الطريق التي أسلخ فيها علمني أن أصنع مشيئة روحك الخدوس سليهدني إلى الاستقامة أقول أيضا اهدني إلى طريق فأسلخ في حقك عرفني يا رب سبلك اهدني في سبيل المستقيم ويقول أيضا في المزمور الكبير غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصياك باستمرار نقول مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب تكني حقوق مبارك مبارك أنت يا رب أنير لي برك علمني أن أصنع مشيئتك وفي آخر كل الصلاة نقول تهتل حياة نت ارشدنا إلى العمل بوصايات ونقول في القدس الإلهي اهدنا يا رب إلى ما الأطور أنا يا رب كثيرا ما أسخط وأبعد عنك وأنت تقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم تقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم وأنا أريد أن أناقش هذا الأمر معك كيف نرجع إليه كيف نرجع إليك إن لم ترجع أنت إلينا ترجع إلينا لكي ترجع إليك يعني بأيهما نبدأ احنا اللي نرجع إليك واللنس اللي ترجع إلينا لترجع إليك في قصة الخروف الضال ما ما كان ممتنا لهذا الخروف الضال لأن يرجع إليك أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على من كبيك فرحا كذلك الدرهن المفكوض ما كان ممكنا أن يلجأ إلى كيسك لكن إنسا اللي بحثت عنه وإنسا اللي أرجعت إليك آدم الذي هلب منك واختفى وراء الأشجار هل كنت تقوله ارجع إليك فأرجع إليك ما كان ممكن أن يرجع إليك أنت اللي رجعت إليك أنت اللي بحثت عنه ورجعت يونان هارب منك أنت اللي رجعت إليك اللي هرت في البرية وقالك هدموا مجادحك وقتلوا أنبياءك وبطيت أنا وقالك أنت اللي أرجعت إليك سوما اللي شك فيك وقال مش ممكن أؤمن بالقيامة إلا لو حفظت صباعة المثامين أنت اللي جت له مش هو اللي رجع إليك التلاميذ اللي خافت واختبقه أنت اللي رجعت إليهم لكي ترجعهم إليك شاول الترسوسي اللي كان بيتطهد الكنيسة وكل يوم يخود رجالا ونساء إلى السجن مش هو اللي رجع إليك أنت اللي رجعت إليه علشان ترجعه إليك أريان مصوالي أنصنع اللي قتل كثيرا من المسيحيين واستشهد عدد ضخم على يبيه مش هو اللي رجع إليك أنت اللي رجعت إليك ومع ذلك بتقول ارجعوا إليه فأرجع إليكم لا يا رب أنت اللي ترجع إلينا عشان نرجع إليك بواحدنا مش نعرف نرجع بواحدنا مش نرجع مش نقدر نرجع وده كلامك أنت بتقول في يوحان 15 5 بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا إذا مش نقدر نرجع إليك بدونك أنت اللي ترجع إليك أيضا قلت في النزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا سعر البناءون وإن لم يحرص الرب المدينة فباطلا سهر الحارس فإحنا إزاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك إزاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك إزاي هنحرص أنفسنا من هجمات الشياطين إن لم تحرصنا أنت نقصة البدل تكون منك مش مننا لازم أنتم تطلبوني ده عشان نطلبك لازم نعنتك هي اللي تكلم ونطلبك كيف تكون نقطة البدل هل مهمة رجوعنا إليك هي مهمتنا إحنا أن مهمتك إنسا مهمت ثوبتنا هل ثوبتنا إحنا اللي نتوب ولا نقول كما قلت في أرمية النبي ثوبني يا رب فأتوب أنا عايز أتوب لكن نمسل اللي تتود وبدونك لا أستطيع أن أتوب تودني يا رب سأتوب ثقر 131 18 ارجعنا يا رب سنرجع ارددنا يا رب إلى خلاصنا اردد يا رب السبيانة نسل السيول في الجنوب أنر علينا بوجهك فنحص نكمل أنت رب بتقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم وإحنا عايزين أنك أنت ترجع إلينا لكي ترجعنا إليك فهذا هو عملك الإلهي هذه هي مسؤوليتك الإلهية لأنك انت الراعي الصالح ومفروض أنك انت طرعان في مواضع خضرة وعلى ماء الراحة توردنا وترد أنفسنا وتهدينا إلى سبل البرد حتى إن سرنا في واضي ظل الموت لا نخاف شرا لأنك أنت معنا أنت بتقول يا رب في سفر حسقيان للنبي أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضار وأسترد المطروض وأجبر الكثير وأعصب الجريح هل تظن أن الضار اللي هيرجع لوحده إن لم ستطلبه أنت أنت بتقول أنا أطلب الضار أطلبه إذن وإسعى إليه واسترد المطروض لأن المطروض مش يقدر يجيب نفسه وإنت اللي تجبر الكثير وإنت اللي تأخذ الجريح يجي لك يا رب واحد من أولادك ويقول لك أعطني نصيب من مراس ويأخذ بعضه ويمشي ومتسيب ويمشي أخذ ومشي وده ورجع ثاني لكن في ناس كثير خرجوا من بيتك وضلوا وما رجعوش وهم الغالبية أنت بسؤول أخلص غنمي فلا تكون بعد غنين هل تظن غنمك هتقدر تخلص نفسها إن لم تخلصها أنت بسؤول أقطع معهم عهد السلام وأنزع الوحوش الربيع من الأرض وخلص غنمي من أقواتهم فلا تكون لهم مأكلا كل دعم ربنا هو الذي خلص غنم من أقواتهم فلا تكون لهم مأكلا إذن أين وعودك هذه يا رب أين وعودك أين وعودك التي كنت فيها ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء البعض أين وعودك التي كنت فيها إن أبواب الجحيم لن تقوى عليك أين وعودك التي كنت فيها للتنيسة هوها على كبث لقشف والتي كنت فيها إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنتاكم أين وعودك التي كنت فيها عن غنم يحن عشر خرافي أنا أعطيها حياة أبدية ولم تهلك إلى الأبد ولا يخففها أحد من يبي ولا يخبر أحد أن يخفف من يد أبي آه يا رب ها هم الخاطقون كثيرون أين يدك القابرة والتي خطط منها كثيرون أولادك أين ملكوتك على الأرض أنظر إلى الخريطة وأين ترى ملكوتك فيها تقول ما أبل الخلقات وما أثرب الخريط الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين عجدونه لماذا يا رب قليلون هم الذين يجدونه لماذا قليلون يخلصون وأنت الذي تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون أنت الذي قلت للآن حفظتهم في حقك ولم يهلك منهم أحد نحن نكلمك يا رب لأنك إله حنون لا تشاء موت الخاطئ السمع يرجع ويحلع مكلمة لأنك إله حوي تستطيع أن تنقل فهل أنقذ ك الكل مكلمة مكلمة لأنك إله ضار مكلمة لأنك إله متواضع تقبل الحوار معنا مكلمة لأنك إله حكيم تخرج من الجافي حلاوة وهو ذو الجافي لا يزال جافيا أين الإيمان على الأرض أين القداس على الأرض وها هي الانشرافات تملأ الأرض كلها انشرافات إيمانية انشرافات سلوكية انشرافات فكرية وأنت يا رب تبصر وتنظر والأرض مملوء من الفساد وبقي أن تعمل أين رعايتك وأين حزك أنا أعرف أنك ترعى وتحفظ وأعرف أيضا أنك فيرين يتكون عشان كده دوود بيقولك أرنا يا رب قوتك أرنا خلاصة ورينا خلينا نشوف لماذا يقولون أين هو الرب إلههم أين يا رب عمل نعمتك أين عمل روحك الخدوس في كرونسس الأول 12 لا يتققي أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح الخدس أين يا رب خلاصك وأنت قد جئت لتخلص ما قد هلك وقلت لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم أين عملك في العالم الآن أين روحك الناري أين مواهب روحك الخدوس كما كانت تعمل في القديم وكما قلت أسكب من روحي على كل بشر وأعطي عجائز السماء وعلى الأرض أنا أعرق المشكلة المشكلة هي حرية الإرادة التي أعطيتها لنا فالبشر استغلوا حرية الإرادة ضد أن تسهم ومبدأ تكافؤ الكرس الذي أعطيته للشيطان واستغله الشيطان لهلاك العالم أليس من حدود لحرية الإرادة على الأرض هل تترك يا رب الناس إلغي إرادة فيهلكون أنفسهم يعني تشوف واحد يرمي روحه في البحر ويذرق وتقول أسيبه لحرية إرادته إنسان يمتحر ويأتب نفسه تقول أنسيبه لحرية إرادته ناس بيهلكوا أنفسهم ويروحوا جهنم بحرية إرادتهم أتتركهم إلى حرية إرادتهم يريدك يا رب تدخل حرية الإرادة وتثبت الناس في حرية إرادتهم تثبتهم أنا عارف أنك بتقول لا أريد أن ترغنكم على عمل الخير صحيح لا تريد أن ترغن لكن ساعدنا أن نحن نعمل الخير ارشدنا عنا بتقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأصفال لا يمكن تدخلوا ملكوت في الثماء ليكم عاملنا إذن كأصفال الطفل يحتاج إلى من يحمله وإلى من يحتمله فيحملنا واحتملنا الطفل يحتاج إلى من يرشده ومن يغذيه يرشدنا وغذينا الطفل يحتاج إلى من ينظفه من أوساخه نظفنا من أوساخنا تعتبرنا تعتبرنا زي مريض بحذة ليس له إنسان يرطيه في البركة يعطل عمر مريض هديك تدخل رشفينك ومن زي بركة عاملنا كبعثاء كعاجدين كمرضة قوتنا منك انت بنقول قوتي وتسجحتي هو الرب وقد صار بخلاصنا اعمل فينا إذن بقوتك تقول كم مرة أردت ولم تريده طب يا رب إن كنا لا نريد هل ترتركنا لعدم ترادتنا إن كنا لا نرغب في الخلاص هل تتركنا لعدم رغمتنا بولس الرسول بيقول في رمية تابعة الشر الذي لست أريد إياه أفعل إذن لست أريد أنا بل الخطية الساكنة فيك فتترك يا رب الخطية الساكنة فينا ده في آية جميلة ليد ده في في لبقي اثنين ثلاثتاشر ليقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعمله لأجر المفاه الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأنت عمله إذن إن كنا لا نريد اجعلنا نريدك إن كنا لا نريدك اجعلنا نريدك إن كنا لا نعمل اجعلنا نعمل وأنت وانت القادر امنحنا هذه الإرادة إن كنا لا نرغب في حياة القداسة امنحنا هذه الرغبة جهدية مجانية من عندك لكن لا تترك العالم إلى نفسك إن كان العالم قد رفضك فلا تتركه إلى رفضك إن كان العالم لا يريدك فلا تتركه إلى عدم إرادتك حقا يا رب ما موقفك من الرافدين لك ما موقفك للمقاومين لك ما موقفك من المدمنين على عمل الشر هل تترك كل هؤلاء إلى رفضهم وإلى مقاومتهم وإلى إبنانهم الشر ما موقفك من الحالات الشازة الحالات الخاصة الحالات المنحرفة الحالات المتطرفة الحالات العاجبة واحد مش قادر يوصل لك تسيبه ما يوصل لك شيء راح تقلبه ثلثان من جوه تسيبه القلب الثلثان ما أريد أن أقوله أخيرا لا تتركنا يا رب لأنفسنا أعمل فينا لكي نعمل معك أنت قل كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار رب ده ما بيحبش ثمر ليه لأن عصارة الشجرة لا تسري فيه اذهل يا رب عصارة تتسري فيه وحين أذن يسمع ثمرا نقص حوله وضع جبلا واتركه هذه الثناء أيضا صدقني يا رب وأنت تعلم كثير من الصاققين يريدون القيام ولكن هم لا يستطيعون أقمهم إذا نعزيهم انظر إلى خليقتك لاعتبار أنها خليقة بعيفة نيالة عاجزة وأقمهم وعزيهم أنت الكل في الكل سأعمل كل شيء في كل أحد ولفكم نشيئة أبدا